وإلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا عقب قمة رئيس عبدالفتح السيسي ونظيره الصيني تشي جامبينغ في العاصمة الصينية بكين حيث أشهد البين بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات التي شهدت طفرة كبيرة في أسنوات الأخيرة في عقابة تشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في العام 2014 لمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فقد أعلن الرئيسان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وأيضا الاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات كما ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة في يناير 2024 وثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر حيث ساندت مصر والصين بعضهم البعض للدفاع عن المبادئ المشتركة والمصالح الجوهرية ووقف جنبا إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتدعياتها السلبية على الدول النامية وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق التكامل ما بين رؤية مصر 2030 للتنمية المسادمة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية ما بين البلدين بشكل آمن وسلس فيما ثمن الرئيسان التعاون المثمرة ما بين مصر والصين في إطار منتداء التعاون العربي الصيني ورحب بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض فيما ثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما في إطار منتداء التعاون الصيني الأفريقي وأعرب عن ضرورة الاستمرار في تنفيذ مخرجات دورة الثامنة للاكتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الافريقي